لتعرف أكثر على تركيبة هذه اللجنة ومهامها ينضم إلينا زميلة نعمة ماء العينين مساء الخير نعمة أهلا بكم مساء الخير جوهراء ومساء الخير مشاهدنا الكرام أهلا بكم المهم المنوطة باللجنة الخاصة بالنموذج التلموي استنادر للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز من العام الجاري تتمحور حول هدفين أساسيين إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي ورسم معالم النموذج التلموي المتجدد الذي من شأنه تمكين المغرب من الولوج إلى مصاف الدول المتقدمة وحسب رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التلموي شكيب بن موسى فإن المهام الموكلة لللجنة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى حجم الانتظارات وجسامة التحديات التي يتعين على المغرب رفعها عن طريق دينامية جديدة تمكنه من إرصاء مسلسل التنمية الشامل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ستنكب تفعينا للتوجيهات الملكية على بحث ودراسة الوضع الراهن بصراحة وجرأة وموضوعية بالنظر للمنجزات التي حققتها المملكة والإصلاحات التي تم اعتمادها وكذا انتظارات المواطنيين والسياق الدولي الحالي وتطوراته المستقبلية وكان الملك محمد السادس قد اشرف على تعيين أعضاء اللجنة التي تتكون بالإضافة للرئيس من 35 عضوا يتوفرون على مصارات أكاديمية ومهنية متعددة وعلى دراية واسعة بالمجتمع المغربي وبالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية كما تضم اللجنة كفاءات مغربية تعمل داخل الوطن بالخارج تنخرط في القطاعين العام والخاص وفي المجتمع المدني وتختزل تركيبة اللجنة مجموعة من الاتبارات من بينها تعدد الاختصاصات وتلاقحها مما يسمح بخلق مناخ مناسب للذكاء الجماعي وتمثيل العنصر النسوي إلى جانب ضخ دماء جديدة عبر إشراك أعضاء شباب للإسهام في بلورة الخيارات المؤسسة لمغرب الغد مع إليه مكانة خاصة لمؤسسات الحكامة عبر مشاركة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تركيبة اللجنة وإضافة إلى التقارير المرحلي التي تتيح إمكانية تقييم التقدم في إنجاز المهام المنطة باللجنة الخاصة بالنموذج التنموي سترفع اللجنة إلى نظر الملك محمد السادس بحلول الصيف المقبل أي فيما تم شهر يونيو من عام 2020 التعديلات الكبرى المأمولة والمبادرات الملموسة والكفيلة بتحيين وتجديد النموذج التنموي الوطني الشكر لكم على حسن المتابعة وعود إليك جوهارة وشكر الموصول لك على كل هذه التوضيحات